أولاً يا أخواننا في مثل هذه الأوضاع بتاعت الليلة إذا كان الإنسان مصاباً بالمرض دأ حكم ما يجوزه إطلاقاً يجي المسجد ولا أي تجمع بتاع ناس ممنوع ليه؟ لما فيه من الضرر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فالواجب عليك إنك تمنع ضررك عن الناس والمسجد إذا كان ممنوع الزول الأكل التوم ولا البصل ممنوع يدخل المسجد لأنه بيأذي المصلين ويأذي الملائكة فكيف يزول حامل لوباء بتاع مرض قاتل فده من باب أولى إنه يمنع من دخول المسجد وشان كده الإجراءات الحكومية في إنه يحجر عليهم ويمنع من التجمعات ده يا أخواننا إجراء شرعي صحيح ما في كلام وزول ما يتحرج يا أخواننا ما عيب ما عيب الناس بيعتبروها زي العيب كده كونه يقول لك أنا حجرت على نفسي أو ما أتحرك لا ما عيب أصلاً طيب الانسان إذا كان ما هو مريض لكن خايف من وجود البلاء ده كونه يمشي المسجد ولا يمشي السوق ويلقط العدوى قالوا في حالة الخوف الفقهة قالوا أيضاً يجوز الإنسان ترك الجماعة أنت خايف على نفسك من المرض أقعد في البيت صلي في بيتك ولو صليت في البيت يجوزك إنك تصلي فرداً براك أو تصلي جماعة من الناس اللي في البيت لو أنت وزوجتك صلوا الاثنين لكن بس لو زوجتك ما تجيف معك في الصف لو أولادك بيجيف معك في الصف طوالي أما المرض بتجيف وراك حتى لو براكم أنت وزوجتك بس تصلي أنت قدام وهي في المصلاية وراك فيجوز إنكم تعمل الجماعة في البيت لكن الجمعة لا انتبهوا يا أخواننا لأنه لو حصل عندنا انتشر البلاء وزاد والجمعة ذاتها ما قدرنا نجي ما بجوز عقد الجمعة في البيت الجمعة دي اللي في المسجد يعني لو ما تمكننا نصلي الجمعة في المسجد معناه في البيت هنصلي ظهر ما بنصلي جمعة لأن الجمعة لا تصلى في البيت طيب المسألة الثالثة يعني كون كل الناس يمتنع تماما من أداء الصلاة في المسجد ودي مرتبطة بانتشار الوباء لو زاد الانتشار وكسرت العدوى بعد ذلك تكون الفتوى الصحيحة إن المساجد تكتفي فقط بالأدان يأذن المؤذن وزي ما قلناك في البعض ما يقول أشهد أن محمد الرسول الله يقول للناس صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم مرتين وبعد ذلك طوالي يشهد وإهلن كده يكون انتهى الأدان الناس يصلوا في البيوت هذه الفتوى يا أخواننا يعني مبناها بيكون على التقرير الطبي التقرير الطبي والتقرير الطبي يكون من إنسان مأمون يا أخواننا إما تكون من الوزارة تقرير طبي من فريق من الأطباء أو حتى لو قرروا مجموعة من الأطباء لكن انتبه أطباء مأمونين في مهنتهم وفي دينهم شما كمان يبقى يجي واحد طبيب معادل الدين للصلاة يقوم يطلع له كلام زي ده والناس يخلوا الصلاة لا يكون أطباء مأمونين في مهنتهم ومأمونين في دينهم يصدر منهم القرار الطبي نتيجة البحث العلمي إنه يا أخي الوبا ده انتشر وممكن يعني المساجد تكون مكان لنقل العدوة لأن المساجد يا أخواننا يعني في نقل العدوة قالوا أخطر من المكاتب والأسواق ليه؟ لأن المساجد الناس بتتعامل مع الفرش مع بعض كله فنقل العدو أكبر يا أخواننا لأن السوق ده أنا ما ماشي في النهاية العدوة بتاعت المرض ده قالوا ما تنتقل إلا بالعطاس أو باللمس إنك تلمس مكان المريض يلمسه والصحيح يلمسه والمساجد الناس بتتعمل مع فرش واحد يعني انت سجدت في الفرش بيجي واحد بعديك واحد تاني بحيسجد فيه لمست مكان الباب حيجي بعديك واحد يلمسه والفايروس زي بعيش اطناشر ساعة في السطوح في السطح بتاع أي حاجة بعيش اطناشر ساعة برا ودي حاجة غريبة يا أخواننا إنه دايما الفايروسات بتكون ضعيفة برا جسم الإنسان إلا لما تكون جوة داخل الجسم فالمهم إنه يا أخواننا هذه الفتوى إذا قررت من جهة طبية بتكون الفتوى دي صحيحة وكون بعض الناس اعمل شنشنا وعمل تغبيش وإنه دا شغل سياسي وإنه غيره أخواننا الكلامنا ما صح حتى وحدين هاجموا بعض الدول اللي قررت إغلاغ المساجد من الجمعة والجماعة بإنه دا منع للدين ومن أعظم منع مساجد الله وجابوا لهم كلام غريب جدا يا أخواننا دا ما منع لمساجد الله دي محافظة على صحة الناس كيف منع لمساجد الله المساجد دي مفتوحة هل في يوم من الأيام في زل منع الصلاة ما في زل ممنوع الصلاة ففي ناس قاعدوا يهاجموا لكن بهاجموا ما من منظور شرعي إنما بهاجموا من منظور بتاعة رؤية معينة هو بأراضي ذلك الحاكم ونحن بهمنا القول الشرعي مش الشغل بتاع إنه عندك رأي في قرار الحكومة وما عندك رأي دا ما بهمنا كثير يخواننا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة والليلة الباردة أمر المؤزن بتاعه بريد بس بريد لاحظ بريد أمر المؤزن إنه ينادي في الناس صلوا فيه لحالكم ابن عباس طبق الفتوى دي ذات بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس قال ابن عباس ليه تتقول للمؤزن قل للناس صلوا في رحالكم ويمنعوا من حضور المسجد قال لو كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخواننا إذا كان البرد والبرد هو مظنة للمرض والمرض اللي بسببه البرد ما هو مرض قاتل يعني البرد دا كان بريدته في النهاية بجيك الالتهاب حاجة كده شاء الله بتدعالي بتدعافة فإذا كان البرد الزول بيمتنع له من أداء الجماعة فكيف بمرض زيدة فأي زول داير يزج الناس في المساجد بعد ما ينتشر الوباء وقل له أنا أمشي المسجد وما بضركم شي ولن نترك الجماعة والدين والهيجان الكلام الزيدة دا كلام عاطفي دي ما فتوى شرعية الفتوى الشرعية إنه أنت مدام في مرض ما تخل للناس يمشي بحل المرض الصحابة لو أنجوا داخلين على الشام معاون عمر بن الخطاب داير ما مؤمنين يعني داير لأظم الناس إيمانا بعد الأنبياء داخلين على الشام وبعد ذلك بيقى عمر الخطاب بيسأل زي ما القصة عارفنا أنتم فجو كبار المهاجرين والأنصار قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الوباء في بلد فلا تدخلها ما تدخل دا ما ضعف إيمان ولا دا يعني نحن تركنا ديننا ولا غير من الأشياء العاطفية دي لا أبدا دي أخوان فتوى صحيحة فإذا الخلاصة مهما متى ما تقرر إن المساجد تغلق والناس يكتفوا بالأذان وانتشر الوباء لا سمح الله إحنا وضعنا الحال الحمد لله ما عندنا مشكلة لكن لا سمح الله لو حصل نحن يا أخواننا نصلي في بيوتنا وندعو ربنا سبحانه وتعالى إنه يرفع عنا للبلاء دي الفتوى الشرعية الصحيحة اللي أنا بعلمة في الأمر ذا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله